يا مسائل فل على حضراتكم تغطية جديدة من تليفزيون اليوم السابع ونجمنا المصري المتقلق محمد صلاح محمد صلاح بيزين قيمة أفضل عشر لعبين في الدوريات الأوروبية والحقيقة أنه محمد صلاح مستمر في الإبداع ومكمل وما فيش حد عارف يوقفه وهنقول طبعا ما شاء الله ونمسك الخشب محمد صلاح سجل ثلاث أهداف منذ انطلاقة الدوري الجديد أو المسلم الجديد للدوري الإنجليزي في ثلاث مباريات فبالتالي ده بمعدل تقريبا هدف كل مباراة وكمان مستر أسست ما رحش من محمد صلاح في مباراة منشستر نويتد الأخيرة اللي فاس فيها ليفربول بتلاث أهداف مقابل دون رد محمد صلاح هو اللي صنع الهدفين وسجل التالت وبالتالي محمد صلاح بيبسم على كل حاجة ليها علاقة بالأهداف في ليفربول بيعمل كل حاجة انطلاقة تهديفية رائعة مع الريتز في الدوري الإنجليزي زي ما قلت لحضراتكم في الموسم الحالي محمد صلاح عنده ثلاث أهداف في الجولات الثلاثة أفكركم محمد صلاح عنده ثلاث أهداف أي نعم هلند شارخ بسبع أهداف ولكن محمد صلاح قادر أنه هو يعوض في كل جولة بهدف واثنين والحقيقة أنه هو يمكن يتكلم بشكل مباشر وصريح جدا وقال أنا بلعب للاستمتاع في ليفربول في آخر موسم ليا مع الفريق والحقيقة أنه أنا بشوف أن دي تصريحات ضغطة على إدارة ليفربول أكتر منها تصريحات حقيقية وواقعية يعني محمد صلاح تقريبا نفس السيناريو ده حصل قبل تجديد عقده الأخير وكان بيضغط لأنه طبعا مع شوق الجماهير في ليفربول وفي آنفلد وكل جمهور ليفربول بالنسبة لمحمد صلاح هو أسطورة من أساطير ليفربول والحقيقة أنه تجديد عقد محمد صلاح أمر هيختلف كتير حتى عن المفاوضات اللي فاتت لأنه السن اختلف والمتطلبات نفسها لأي نادي بتختلف على فكرة يعني فيه وقت ممحتاجين أن هم يجددوا للعيبة اللي عندهم فيه وقت وعايزين يدخوا دماء جديدة وبالتالي أي كلام عن تجديد محمد صلاح مع ليفربول هو طبعا سابق لأوانه ولكن تصريحات نجمنا المصري أنا بشوف أنها تصريحات ضغطة ومشروعة أنه هو بيضغط على إدارة ليفربول لأنه هو بيحب ليفربول وبيحب جمهور ليفربول جدا ومرتبط دي بشكل كبير جدا فيه طبعا منذ اندمامه لصفوف ليفربول أعتقل في 2017 وإن لم تخني الزاكرة محمد صلاح في التختال معانا النهاردة بينضم الأفضل عشر لعيبة في الدوريات الأوروبية ده عنوان مش سهل مش سهل أبدا يكون عندنا لعب مصري مستمر في كل هذه النجاحات مش موسم ولا اتنين ولا تلاتة حمد صلاح من أول يوم في الاحتراف لحد وقتنا هذا الحد اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي وهو الحقيقة بيحطم أرقامه وعنده هوس بالأرقام وعنده حالة من الطموح اللامحدود في أنه هو يعمل كل حاجة في الكرة في الدوريات الأوروبية عمر اللعب كرة القدم ما بيبقاش طويل صحيح ولكن اللعب يقدر يطول عمره لو بإمكانيات صلاح لو هنفتكر ونرجع بالذاكرة شوية أنه محمد صلاح يعني يمكن طبعا فيه بداياته وبداياته مع الاحتراف تحديدا ناس كتير شككت وقالت ده سيزون وناس كتير قالت هيا حلوة البدايات ولكن الحقيقة أنه محمد صلاح سكت وأخرس كل الألسنة اللي كانت بتشكك في قدراته وقد إيه محمد صلاح هو فخر فعلا لكل المصريين ونتمنى أن كل لعبتنا يكونوا على نفس مستوى والحقيقة أننا هاختار الإكسبريشن بتاع محمد صلاح نفسه لما قال المنتاليتي بتاعتي مختلفة أو المنتاليتي بتفرق مع لعيب الكورة محمد صلاح منتاليتي مختلف شئنا أم أبينا بتحب صلاح أو ما بتحبوش لا يمكن ما ترفع لهش القبعة لما يحرزه من إنجازات في الدوري الإنجليزي وطبعا في أوروبا بشكل عام الحديث عن أنه محمد صلاح ينتقل من الدوري الإنجليزي للا دوريات أخرى طبعا تسابق لأوانه زي ما قلت لكم ولكن الحقيقة أنه محمد صلاح يعني حتى وإن كان حتى وإن كان محمد صلاح يعني الفترة دي هو متقلق ولكن العمر لعيب الكورة يعني بنسبة كبيرة جداً بيكون فيه صعود وهبوط وبالتالي المستويات الفنية اللي بيقدمها محمد صلاح نتمنى أنها تستمر الآخر نفس في الملاعب الأوروبية ونتمنى أن نحن نفضل نشوف محمد صلاح في دوريات الأوروبية ويعني أكيد أكيد طبعا نتمنى أن نحن نفضل نشوفه منفرد على قائمة صدارة هدفين الدوري الإنجليزي وإن كان زي ما قلت لكم المنافس السنة دي صعبة زي السنة اللي فاتت ولكن محمد صلاح قدها الأفضل فيه أو أفضل عشر لعيبة في الدوريات الأوروبية ده عنوان تغطيتنا وده المهم أن محمد صلاح لسه بيسجل أهداف جوه وبره الملاعب طبعا دي كانت تغطيتنا هنا من صالة تحرير اليوم السابق خليكم معنا وإحنا مستمرين مع حضراتكم في تغطيات مختلفة على مدار اليوم أهداف جوهو عشر لعيبة في تغطيات مختلفة على مدار اليوم السابق